انتبعاتك عن البرتغالي الجوزيجو ميزي الموديل الفني لنادي الزمالك لا يا بربع مبوريات يعني ما نقدرش نحكم عليه كان مدرب بالتأكيد جيد ولا لا مع نادي الزمالك شنوه برضو كان مدرب جيد قبل كده انتبعاتك عنه يعني واضح انه هو في مرحلة استكشاف لانه بيغير كتير جدا لما تيجي تشوف مثلا تشكيل الزمالك في ماتشة داخلية تلاقيه مختلف شوية كتير عن ماتشة بوسليم وخاصة كمان ان فيه لعبة مش متأيدة يعني معهو ان هو جديد وكمان فيه لعبة مثلا زي عبدالله مثلا مش متأيد افريقيا من تلعب في الدورة بيغير شوية في التشكيلات عشان عايز يوصل للشكل السابت او الاقرب للسبات بالنسباله جرب الناس كتير في مراكز يعني شوفنا مثلا عمر جابر بيلعب باكرايت وبيلعب باكليفت قبل كده نضاي لعب باكليفت الزناري مثلا بيلعب سردباك لعب باكرايت ما تشيل الاخير بتاع الداخلية اللعب نصف ملعب كزا حاجة يعني مرة سيف وديانج مرة وسيف وسيف و لا لا دونجة سيف ودونجة مرة دونجة وروقة مرة نصف شرب شمال مرة ناصر ماهر شمال يعني الاخر ماتش اللعب مثلا ناصر ماهر ناعد شمال وعبدالله صحية وزيزو التلاتة اللي كانوا تحت ناصر ماهر ناصر منسي ممكن تلاقي الجزيرة قدام فهو تغييرات كتيرة وتبديلات كتيرة لكن أعتقد هو لما يعرف الفرقة كويس ويعرف الأجواء شعبية نادي الزمالك الكبيرة وأجواء النادي وكده هيقرب للشكل شعوبة عليه أنه أول مواجهة صعبة أو كبيرة أنها تكون مواجهة الآية المباراة اللي فاتت كلها مباريات كان فيها الزمالك هو اللي بيهاجم هو المبادر هو الطرف الأفضل والطرف المهيمن على المباراة أول مباراة تبقى فيها شعوبات هتبقى بالتأكيد من مواجهة النادي الآهلي ما فيه شك دي صعبة عليه آه طبعا مواجهة الآهلي مختلفة خالص مختلفة من حيث الجماهير اللي هو يشوفها في الملعب من سواء طبعا من أهل الزمالك بس أنا بتكلم جمهور الأهلي يعني هيلاقي ملعب مليان مش هيبقى زي ما بيلعب هو هنا ومسلا جمهور الزمالك معظم هو اللي موجود أو إذا حتى لو عدد صغير بس جمهور الزمالك هو اللي موجود آه هلاقي ملعب مليان هيلاقي هيواجه لعيبة مستويات أعلى بكتير من اللي هو لعبها سواء الداخلية سواء أبو سليم سواء ماتشات اللي تلعبت يعني آه 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 هيلاقي كميات جاري حتى بدنيا أعلى بكتير من الفرق الأخرى آه هيلاقي مستويات في لعيبة كتيرة يعني ممكن في بعض الفرق اللي لعبها هتلاقي التركيز في واحد أو اتنين هو اللي باين قوي ومؤثر هو ممكن هيواجه خمسة ستة هيبقى ليهم تقلي في الملعب صحيح يعني زي معلول زي حسين زي بيرسي زي لو لو ريدا سليم سليم إمام عشور إمام عشور صحيح هيلاقي كتير هيلاقي تغييرات كتير يا هاني بيطلعوا بيعمل قبراته يعني الشكل هيبقى مختلف فأكيد هتبقى المباراة صعبة للفرقتين لكن مستر جوميس بحيث إن هي من حيث إن هي أول مباراة لي وهو كمان لسة ما بقولوش كتير أو في ناتة زمالك فأكيد هتبقى المباراة بسهلة بالنسبة له يعني